وفي إطار زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للعاصمة الإسبانية مدريد التي تحتفي بالشارقة ضيف شرف معرض ليبر الدولي للكتاب زار صاحب السمو حاكم الشارقة المكتبة الوطنية الإسبانية واطلع على محتوياتها وما بها من نفائس لدى زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المكتبة الوطنية الإسبانية في مدريت تعرف اسموه من آنسانتوس مديرة المكتبة على ما تضمه المكتبة من كتب ومجلات وصحف وتسجيلات صوتية وقواعد للبيانات وخرائط ومخطوطات واطلع اسموه على قاعتين ماريا مولينر وسيرفانتوس التان توفران مجموعة كبيرة من الكتب والوثائق التي تتيح للزوار والباحثين الاطلاع عليها والاستفادة من محتوياتها بطرق ميسرة ومنظمة وزار صاحب اسموه حاكم الشارقة قسم المخطوطات النادرة حيث استعرض القائمون على المكتبة مجموعة من أندر المخطوطات المتعلقة بالعلوم الإسلامية والأدبية والتاريخية بالإضافة لمصاحف نادرة للقرآن الكريم كما اطلع اسموه على مجموعة من الخرائط الجغرافية لقرة آسيا وشبه الجزيرة العربية وخلال زيارته قدم اسموه مجموعة من إصداراته التاريخية والأدبية بنسختها الإسبانية إلى المكتبة الوطنية كما تلقى مجموعة من الإصدارات المهدات إلى سموه رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته كل من سعادة ماجد حسن السويدي سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا وسعادة عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وسعادة عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وسعادة علي إبراهيم المري رئيس دائرة الدكتور سلطان القاسمي وسعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وراشد محمد الكوسة المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية الإماراتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر